عقد اجتماع بمبنى المنطقة الأولى لكهرباء عدن برئاسة المهندس غسان نزامكي وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع وبحضور مدير عام المنطقة الأولى بمؤسسة كهرباء عدن المهندس ياسين عبدالكريم ومدير مشروع تأهيل مستشفى عدن العام المهندس عصام الحيدري وعدد من مدراء الإدارات بالمنطقة الأولى والمهندس والمهندسين حيث ناقش الاجتماع أعمال التوسيع لشبكة الكهرباء التي يحتاجها مستشفى عدن العام ومركز القلب ضمن أعمال مشروع التأهيل للمستشفى والمتمثل بزيادة الأحمال والطاقة التولدية من ثلاثة ميجا في السابق إلى ستة ونصف ميجا في الوقت الحالي كما تم مناقشة تحديد موقع محطة المولدات وحجم وطول شبكة الإمدادات من الطاقة ومنطقة الإمداد لمحطة المستشفى وخرج الاجتماع بالاتفاق على قيام مهندسية المنطقة الأولى للكهرباء عدن برفع خطة بالجوانب المتعلقة بمهام واختصاصات مؤسسة الكهرباء والتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع